في سباق مع الزمن لوقف زحف اليمين المتطرفي إلى السلطة في فرنسا أحزاب اليسار الرئيسي الأربع في البلاد تتحالف لخوض الانتخابات التشريعية في نهاية يونيو بعد مفاوضات شاقة حزب فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي اتفقوا على خوض الانتخابات وتقاسم الدوار الانتخابية البالغ عددها خمسة مائة وسبعا وسبعين تحت راية الجبهة الشعبية وهو الاسم الذي يشير إلى التحالف الذي شكل في فرنسا عام ستة وثلاثين والذي اشتهر خصوصا بإدخال الإجازات المدفوعة في نظام البلاد إجازات مدفوعة هي إشارة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لنهي لثقة الناخب الفرنسي بمجرد وصولنا إلى السلطة سنقر وجراءات لتثبيت أسعار الغذاء والطاقة ليستعيد الفرنسيون القوة الشرائية على الفور وفيما يخص السياسة الخارجية سنعمل أيضا على الفور على إعادة تأسيس مسار السلام لفرنسا على الساحة الدولية من خلال دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية التي يشنها فلاديمير بوتين ومن خلال البحث عن وسائل لتحقيق ذلك ودعم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في مواجهة المجازر المستمرة في غزة كما أكدت تحالف اليساري على نيته إلغاء قانوني التقاعد والهجرة الذين أقرتهما حكومة ماكرون فهل سينجح التحالف اليساري في مواجهة اليمين المتطرف في الانتخابات؟ كشفت استطلاعات للرأي بأن تجمع الوطني اليميني المتطرف سيحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية نهاية يونيو ويأتي خلفه تحالف اليسار لكن بدون أغلبية مطلقة في البرلمان وهو ما قد يضع ماكرون في موقف صعب بعدما حل البرلمان في مناورة سياسية خطيرة بحسب مراقبين ترجمة نانسي قنقر